السلام عليكم أصدقائي أنا الزار وبرحب فيكم في قناتي الزار ريفيوز أهلا وسهلا بالجميع اليوم عندي منتج جديد والمنتج هذا مش منتج عادي راوتر بس هذا الراوتر يتميز أنه ممكن من أوائل الراوترز في العالم اللي بيعتبروا راوترز يدعموا الواي فاي السبعة فخليني أحكي لكم عنه اسمه الارتشر بي اي ثمانمية من مين من شركة تي بي لينك وإلو اسم ثاني البي إي تسعة عشر ألف نسبة لقدرات السرعات الإنترنت اللي ممكن نوفرها عشان بس تكونوا عارفين الفيديو هذا هيكون طويل هيكون فيه عندنا أنباكسنج نشوف شو محتوى الصندوق رح نحكي عن الستاب لأنه ممكن الناس هاي بهموها الشغل كيف يعمل سيتاب للراوتر راوتر جديد إن كان صغير ولا كبير الحمد لله أنه هنا معمول الستاب بطريقة سهلة إن شاء الله هتكون سريعة بعدين بدي أحكي عن الجهاز ومواصفاته ولكن قبل ما أبلش هتوغل كلهم لازم أحكي لكم عن الواي فاي السبعة ليش عشان تقدر تستوعب ليش بدي أشتري جهاز زي هيك واي فاي سبعة ركزوا معي لو سمحتوا ونبلش بالواي فاي السبعة إيش هي من الاسم هي الجيل السابع من الواي فاي إلها اسم ثاني ثمانمية واثنين نقطة 11 بي إي فأي اسم بواجهك من هذول أسماء معنات واي فاي سبن أو إذا لقيته على الجهاز معنات يدعم الواي فاي سبن الواي فاي سبن تعمل على ثلاث حزم على ثلاث باندز الـ 2.4 جيجا هرتز اللي بتعرفوها الـ 5 جيجا هرتز اللي بتعرفوها برضو والـ 6 جيجا هرتز الواي فاي سبعة أسرع 4.8 اكس من الواي فاي ستة وأسرع 13 اكس يعني 13 ضعف من الواي فاي خمسة وللمقارنة بالسرعات مثلا الواي فاي خمسة تصل السرعة فيها في أحسن الأحوال طبعا 6.9 جيجا بيتس بير سكند أما الواي فاي ستة تصل إلى 9.6 جيجا بيتس بير سكند الواي فاي سبعة هذا إن شاء الله في المستقبل حنشوفه كثير لأنه حتكثر الأجهزة رح يوصل لـ 46 جيجا بيتس بير سكند فالفرق كبير والليتنسي التأخر في الرد بالواي فاي سبعة كثير قل فهي برضو نقطة مهمة لمين يعني مين بيدي يشتري الراوتر زيك بالأغلب الجيمرز الستريمرز رح يهمهم هاي الميزة بالذات اللي تنسي القليل فإذا أنت كنت من الستريمرز جيمرز هذا الراوتر مناسب جدا لك طبعا قبل ما أنسى في الأردن للي بيدي يشتري هذا الراوتر الوكيل الرسمي له شركة شروق فبتكون تروحوا هناك وتشتروا من هناك إن شاء الله ورح نشوف في المستقبل فوائد الواي فاي 7 وسرعتها وقدراتها العالية وين في الميتافيرس في التليميدك في الجيمينج ستريمينج في الآي أوتي كل هاي المجالات حيستفيدوا من السرعات العالية هاي طيب هسا نرجع للجهاز ونعمل فتح صندوق للجهاز سريع ونشوف إيش مكونات العلبة والمكونات بسيطة وسهلة خلنشوف بسم الله طريقة الفتح مرتبة هاي الجهاز قبل هيك هلنشوف إيش في بيجي معاه في كتيبات طبعا هون موجودة هذا الكتيب مهم عشان ستب هاي العلبة الصغيرة الأغلبة اللي حتكون الكوابل ها بالضبط أول كيبل وعنا الشاحن بالإضافة عندنا كيبل الـ Ethernet وفي عندنا هاي القطعة اللي هي الـ Reset Tool تمام نيجي للجهاز نفسه الراوتر نفسه خفيف الوزن العلبة كتير ثقيل إخوان أول إشي شكله شكله فضائي طبعا هاي الواجهة الأمامية هاي عنده بعض الأزرار هون وتيبي علامة تيبي لينك من الجوانب ما في إشي من الأعلى أعتقد هاي تهوية من الخلف كل الشغل من الخلف عنا أربعة مداخل Ethernet أعتقد هذول 2.5 جيجا هيرتز وعنا مدخلين 10 جيجا بيت بير سكند في مدخل ثالث اللي هو 10 جيجا بيت SFP وفي عنا مدخل USB Type A 3.0 وعنا زر الـ Reset وعنا الباور وعنا زر الباور حسنا بنا نشوف كيف نعمله الـ Setup ونشغله زي ما شفتوا الجهاز العلبة كبيرة كثير وصراحة ذقيل كثير ولكن الجهاز لحاله اللي هو الراوتر كثير خفيف هذا الجهاز في البيت ممكن يكون ديكور حلو بالذات مع الـ LED lights اللي موجودة عنده شكله لطيف وقيكي هيك نوعا ما للناس بتحب التقنية فأنا بعتقد أنه حيكون شكله لطيف وحاليا بدي نحكي كيف نعمل Setup أنا ممكن هنا بموضوع أن نعمل Setup أطول بالشرح لكن رح أعمل Screen Recording كيف أنا عملت Setup وحيكون أصلا في العلبي كتيب كيف تعمل Setup سهل جدا خطوات بسيطة بس اتبع الـ Guide رح يعطيك بسهولة هذا الموضوع لكن بدي حاول بسرعة أحكي لكم بعض الشغلات أول إشي لازم تنزل تطبيق TB Linktether موجود على iOS موجود على Android بدك تنزله وتعمله Registration تسجل فيه وتدخل هناك بعدين بس تطبيق بدك تدور على الراوتر اللي هو اللي عنا موجود عنا بتضغط على Plus بتدور على هذا الراوتر وتختار Wireless Routers تمام عشان تعرف أنه الراوتر تبعك جاهز لازم يعطيك على LED كلمة High لما يطلع لك هاي الكلمة هو جاهز لنك تشبك عليه وقبل أن تفكر تشبك عليه أكيد بدك اسم الراوتر وبدك ال Password هدول مكتوبين على الراوتر في ورقة من خلف الراوتر صورها على موبايلك عشان تكون قدامك اختار بعدين روح على الواي فاي إن كان بكمبيوترك أو بتليفونك واختار الشبكة الموجودة المكتوبة على ظهر هذا الراوتر بالعادة بتكون TB Link Underscore مثلا 5G ولا 6G 1996 مثلا تختارها زي ما هي مكتوبة على الراوتر بتحط الباسورد اللي موجودة على الراوتر تمام هيك تبتيش بك على الراوتر بعدين نلتح كمبيوترك أو حتى افتح المتصفة على تليفونك ودخل على ال 129.168.1.1 ودخل هناك عشان نكمل الإجراءات مباشرة السيستم حيطلب منك تغيير باسورد أي باسورد بدي يغيرها باسورد الواي فاي هاي اللي انت لقيتها على ظهر الراوتر لانه يعني غلط تضلك على نفس الراوتر وعلى نفس الباسورد مهم جدا انك تغير هاي الباسورد طبعا هيكون فيه إجراءات انك تختار البلد وما إلى ذلك عادل إجراءات سهلة بس تبقيت باحها شوي شوي طبعا رح يسألك انت بأي مدخل حطيت كابل الإنترنت أنا حطته بالمدخل الأزرق الأول انت بتكون بتأكد أي مدخل بتختار لما يطلب منك تحديد نوع الاتصال خليه يعمل عشان هو يلاقيه لحاله لما تدخل هون على إعدادات للشبكة هتكون عندك اسماء الشبكات غير اسماء الشبكات بالطريقة اللي بتشوفها مناسبة أنا بالعادي بحط اسم معين وبحكي لو الله هاي شبكة 5G مثلا 6G برضو بحطيها اسم معين هاي 6G وبحط باسورد اني أتذكره فمهم تعمل هاي الحركة بعدين رح توصل لصفحة انه يعمل هو تست الكونيكشن استنى شوي عبي ما يخلصوا تست الكونيكشن بعدين حيطلع لك صفحة يطلب منك تعمل update اختار الـ auto update اختارها وكمل عشان يعمل الفعليين update للسوفتور في وقت هنا انتظار من ناحية download بعدين بعمل reboot للجهاز نفسه بدك تستنى بعدين لما يشغل حيرجع على صفحة وبفوق حيكون مكتوب كلمة connected هاي اضغط عليها بتكون ان شاء الله انتهيك امورك تمام مجاهزة انك تستخدم هذا الجهاز عبي احنا خلصنا الـ setup طيب هذا الجهاز شوف بده احكي لك يعني نقطة صريعة وكون واضح معك وصريح اذا انت عندك راوتر قديم بدعم 5G او حتى اقل فيه راوترات اقل بس تدعم 2.4 فهذا الـ upgrade هيكون يعني فرق كبير عندك فنعم بنصحك واذا عندك القدرة المالية لانه سعره في الاردن 545 دينار اردني من الوكيل المعتمد شروق فاذا عندك هذا المبلغ بتقدر تدفع وعندك بيت او فيلا هيكون مناسب اليك ممكن تعمل هذا الـ upgrade لانه هيكون فيه فرق فعليا بالنسبة لك للسرعات في نواحي معينة حتقول لي بس الـ Wi-Fi 7 لسه مش كل الاجهزة نعم عشان هيك بسموه هو future proof هذا معناه انه هذا الجهاز في المستقبل حيكون فعال ومصريك في مكانها ليش اذا هسا ما في اجهزة كثير بتدعم الـ Wi-Fi 7 كمان سنتين خمس سنوات عشر سنوات حيوجو الاجهزة حيكون هذا جهازك موجود وبيدعم لكن حاليا برضو تقدر تستفيد منه بالشبكات اللي هي 2.4 المدى الطويل يمكن يوصل مدى 760 متر رقم كبير وعندك الـ 5 GHz مدى اقل اكيد كل ما علية الشبكة بيكون مدى اقل و 6 GHz بيكون مدىها اقل ولكن ممكن حاليا تستفيد منه تلغي اي راوتر قديم كنت تستخدمه تستخدم هذا الراوتر ايش تتوقع سرعات تاخدها من هذا الراوتر على الباند اللي عنده انا بدي احكي لك على الباند تبعي الـ 2.4 رح يعطيك 1370 ميجابيت على باند الـ 5G رح تاخد 5760 ميجابيت وهاي ارقام يعني ممكن توصل ممكن ما توصل يعني بس هذي احسن ارقام ووصلها وعلى باند الـ 6 GHz اذا عندك اجهزة يكمبتبل مع الـ Wi-Fi 7 ممكن توصل لـ 11520 ميجابيت فالرقم كبير برضو في شكل مهم لازو احكي لك اياها اذا كان عندك ناس سيرفر او سيرفر مش ضرور يكون ناس بس عندك سيرفر هاي الشبكة 10 GHz حيكون نقل البيانات سريع جدا بشبكتك في البيت او في بكتبك او شبكتك صغيرة نقل البيانات حيكون سريع جدا هاي نقطة ممكن الناس ما بيهتموا فيها الناس العادين انه بدوا انترنت بس بس الناس اللي بدهم نتورك شبكة داخلية حتوخد سرعة خرافية في نقل البيانات مع هذا الراوتر فركز على هاي نقطة اذا انت من الناس المهتمين بهيك موضوع طبعا الجميل في الموضوع كمان انه هدا عنده ثمن انتينات صحيح مش مبينين ولكن هم مبنيات في الداخل فعشان هيك رح يسمح لك للرينج السبعمية وستين متر نحكي او 2500 فيت قدم بس لاحظ في شغلة مهمة انه الناس بتفكر هذا الرينج الدائم هذا مش الرينج الدائم اقل الرينج حيكون لباند الستي جيجا هرتز هاي اقل باند هاي حتكون في مكان يعني قليل المساحة حتاخد اعلى سرعة كل ما بعدت عن الراوتر حيروح لل 5G بعدت اكثر حيروح على 2.4 فهاي نقطة لازكن فاهمها لانه بعض الناس تفكر انه اذا اشترى وراح بعيد 300 متر بدي ياخد نفس السرعة لا لا يا اخوان لا بدك اعلى سرعة بدي يكون في اقرب مكان وطبعا هذا الاوبتمال اتوقع يكون في الغرفة والغرف المجاورة او خلال اربع غرف هذا الاوبتمال في نفس المكان لكن اذا بعت اكثر بدي تتقل للسرعة انا شخصيا باعتمد كثير على 5G هاي اهم واحدة عندي وبتكفين بصراحة من ميزات هذا الراوتر عشان اذا عندك مثلا شركة او عندك بيت في اجهز كثير بيدعم 200 جهاز في نفس الوقت يشبكوا عليه وراح يقدر يعمل بالسوفتوير يعني يعمل مين يكون اول ومين يفصل اذا كان في ازدحام للشبكة بس ما اعتقدش انه عندنا احنا يعني الا اذا كنت بشرك لكن في البيوت 200 جهاز اعتقد كثير بالنسبة للشاشة ال LED للناس بتسأل عن اشكال هاي Customizable تدخل على التطبيق تعملها Customization زي ما بدك ممكن تحط اسمك اشياء يعني كثير ممكن تعملها Customization يعني هي مش اشي مثلا حيكفيدك بالسرعة هي شكلها حلو فاذا بتحب هاي الميزة موجودة الفاميلي العائلة انت هون لنفرض انه عندك عائلة كبيرة وكلهم بشبكوا على الشبكة اللي في بيتك ما بتقدرش تروح تمسك كل جهاز ولد عندك وتشيك ايش بحضر شو بسوي وين بدخل وين بروح ما بتقدر لكن بالراوتر هاد انت بتقدر تتحكم تعمل بروفايلات لكل واحد وايش مسموح له موقع يدخل او مش ما يدخل ايش مسموح له Content محتوى يحضر او ما يحضر فهذا ال Control عن طريق ال App اللي هو سهل جدا انا بعتقد انه هذا ميزة خرافية ومهمة جدا في كل بيت بالذات البيوت اللي عندها عائلات كبيرة لانه اذا عندك ولاد واحد ممكن تستخدم يعني تعمل Control على موبايل واحد سهل لكن لو عندك عائلة كبيرة هذا النظام حيكون مناسب جدا وفي عنده خيار VPN Client اذا بتحب انك تشبك وتحمي بياناتك من غير ما تشتري VPN عنده هذا الخيار موجود Built-in وشغلي برضو كثير مهمة اذا انت زمان اشتريت راوترات مثلا من TB Link بتدعم ال EasyMesh الراوترات اللي هي بتشبك لاسلكيا في البيت مع بعض بسهولة هذا يدعم ال EasyMesh فاذا انت عندك راوترات من TB Link في بيتك اصلا وبيتك كبير هذا حيشبك معهم حيصيروا شبكة وحدة فيعني الشبكة بتكبر والتحكم بيكون لو سمحت وهل انت مهتم بتقنية ال WiFi 7 والميش راوترز احكيلي في التعليقات لو سمحت بشوفكم في فيديو قادم الى اللقاء